صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي هتشوفوني فيه يا بورج التور اه ندفل على طول على الكراءة العاطفية بتاعتنا وانشوف الطاقة بتاعتنا ايه اه اعتقد يا بورج التور انت اه ممكن يكون بدق حاجة جديدة او اه بدق حاجة جديدة ومشروع جديد او بدق علاقة جديدة بمعنى اضاق وحاسس بفخر قوي اه يعني بمعنى اضاق كده يعني شايف انها لقها المناسبة واللي انت ممكن تتخلى فيها على السنجلة بتاعتك وتوشها اه هي اللي هتحقق لك الحاجات او الاستقرار اللي انت عايزه ممكن وان انت تخصت قرار بشأنها وان انت بان انت تبدأ فيها او اه تكملها بمعنى اه تاني يعني. دعنا نشوف كده مشاعر الشريك ايه? اه. هي علاقة جديدة على ما اظن او علاقة تصالح ممكن برضو. خلينا نشوف الكروت هتقول له معي. اه. طبعا مشاعر الشريك اه اه فخر واعتزاز وتقدير وحاسس انه الكنج يعني حاسس بانه انتصر يعني بالمعنى الحرفي بقى هو انتصر اه او فاز بحاجة حلوة اوي 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 اوي. ممكن يكون اه دي علاقة جديدة وانتو اعترفتو البعض او هتعترفو البعض بس فيه تجاذب بينكو شديد اوي. اه ممكن برضو يكون اه اه مشاعركو اه فيضة يعني كل واحد دي اه دي اه دي اه دي اه دي للتاني المشاعر بس اللي لسه في الاول يعني اه لان انت كمان شاعر بالاستقرار. اه 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 يعني ملك النقود اصلا اه ملك الاستقرار بمعنى ادقة. اه 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 هو حاسس بانه انتصر وانت كمان منتصر يعني انتو اللي كين دي نفس الاساس. دي علاقة جديدة على ما اظن و اه وانت بادئ فيها وداخل بكل قوتك. اه بعد ما اتكبت يعني ان هي دي العلاقة اللي هتحقق لك الاستقرار كله. فمش محتاجة تفسير تاني يعني. طب الشخص اللي داخل معانا العلاقة دي اه شايفنا ازاي? ايه يعني احنا ايه بنسباله? هو شايفك ان انت الكنج اف سورس. اه اه انت ملك السيوف. ملك السيوف ده شخص اه مندفع. اه شوية. اه مع ان برج الطور اه مش مندفع يعني ولا حاجة بس برضو. هو شايفك مندفع او شايفك ان انت برضو ممكن الكارت ده يبقى زي. برضو. اه ممكن تكون شايفك ان انت بتندفع في التخص قراراتك. ممكن. والله اعلم يعني. سواء انت اللي عارض العرض عليه. مسلا. اوكي? ممكن تكون انت يا برج الطور اللي عارض حبك على حد. او حد هو اللي عارض الحب عليك. فسواء شايفك ان انت شخص اه مندفع. بس شايفك نفس الوقت انت شخص جميل. وآآ شخص واسط من نفسك جدا. وقراراتك كلها آآ بتاخدها يعني صائب. يعني لما تكون هتبتدي في حاجة اهو. هتبتدي فيه. وبتاخد قرارك آآ بسرعة بس انت متأكد منه جدا. مش 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 تهور. تمام? آآ وبتخش في الحاجة بقلبك يا مهمكش. من الاخر يقلي ان انت بص انت مستقر جدا. شخص واسط منه من قراراتك. ففي نفس الوقت برضو. اهو. بص. الكارتين هو معنا واحد. انت قصد انت فعلا هو شايفك باللي انت فعلا انت فيه. انت الكنج افسط. انت مالك السيوف. انت الشخص الحكيم اللي بياخد قرار او يبتدي علاقة بيبتدي فيها صح. مش 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 اي كلام. مش اللي هو هنعدكل معك في علاقة نلعب. لا 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 داخل قصدي اه قصدي خير او بمعنى عدق انا مشاعري حائي. هو شايف ان انت مشاعرك حائي. وتصدحك الثقة. هي تقريبا ملاقة جديدة. انت با كمان شايفه اه شايفه الكنج اوف بامتكنس انت شايفه عرض. انت كل تفكيرك في الوقت. انا فكرة برج الطور برج بيفكر جدا بالمش بالماديات. بالمستوى العلاقة. يعني دي معنى هدقل العلاقة دي هتوح فين بعد كدا. هو انت كمان شايفه ان هو شخص حقاني جدا. هو شخص اه 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 صادق. وعرضه صادق. لو هو اللي عرض عليك الحب فعرضه صادق. وشخص جميل جدا وهو اللي يحقق لي السعادة اللي انا عايزها. هو اللي يحقق لي السعادة اللي انا عايزها. طيب هو ايه الخطوة اللي هياخدها? لو هو شخص لسه معبرش عن حبه او اه شخص اه عبر عن حبه ولكن مش عارفين هل ممكن عايز يوصل العلاقة دي لمستوى تاني مثلا ولا لا فهو عايز يستقر. هو فعلا مكرر انه خلاص هو اهوا هو فاس بيك خلاص هو ده مشاعره. هو حاسس بانه عارف لما لما تكون لقيت حاجة كنت بدور عليها بقلك فترة وقلت خلاص هي دي. هو مش هدور تاني. هو مش هدور تاني. هو لقاك و مش هدور تاني خلاص. ودلوقتي يقدر انه هو يبتاخن بانه لقى احد زي لك. انت انت ال king of planticles. ولو هو شخص كان بيروخ ويجي يروخ ويجي يروخ ويجي. فهو هيستقر عليك خلاص. وخذ القرار والحكمة السليمة. اسواري هو الكرتك ده مكان شهينا اصلا صعب. وفي حاجة غلط. فهو مكرر يستقر بقى وياخد العلاقة دي لحاجة جديدة. ومكرر انه هو يبصل قدام بقى ويشوف هيعمل ايه في العلاقة دي. وهياخدها الفين بعد كده. لان انت كمان يا برج التور انت كمان مكرر تكمل السعادة دي. وفرحان جدا بالعلاقة دي. انت ساعد جدا بالعلاقة دي جدا. ومشاعرك مكتملة. انت حاسس بان انت انتو الانتنين حاسين بنفس الاساس. احساس كلها متنسقة مع بعض. هو شايف ان هو استقر وانت شايف ان انت خلاص انا مش محتاج حتى تاني. انا كملت اللي انا عايزه قاعدة هو. بس خلاص. شكرا لك قفل يا ابن التمين وتعلى الروحة. فانت يا برج التور. اه خلاص استقريت. ومبسوط من الاخر. مبسوط في العلاقة دي جدا. وشايت ان هي دي العلاقة الكاملة اللي هتحقلك السعادة اه طوال الحياة اه هو شايف الاعلاقة دي ازاي. شايفها الاعلاقة الابدية. اه انتو مربوطين مع بعض. شايف ان انتو اللي اتنين قدر بعض. انتو العلاقة بدي دي بتعمل مع برج الجد او برج هوائي اه او ممكن يكون برج ترابي زيك. وممكن يكون برج مائي. او ممكن يكون برج برضو الجوزاء. اوكي? وبرج هوائي برضو زهر لنا هنا. وترابي تاني. ما زهر لنا بترابيين كتير. اه فشايفك ان انت الانت دمشي شطان. ولكن اه في رابطة ما بينكم. في رابطة ما بينهم. عشان برضو ايه? اوكي انا هاخده بس احطهم على جنب كده. اخدها. ونشوف برج الطور. اعتقد ان هو كانت مش وحش والحاجة. يعني مش اكيد مش قصو شرير. لان انت انت شايفو السلمي بتاعك. شايفو ان الحب كله. والعصفير حواليكم والحيام زهزاء خالص لبرج الطور. ولو انت معجب بحد ودي علاقة اعجاب فهو كمان معجب بيك. اه مش بقولك. يجي دي العلاقة المثالية. اه وشايفو تتعمل مع حد برج مائي برضو. اه ان هو ده شخص اللي انا هقدم للعرض. لو هي لو هي لو هي اعجاب. اه فشخص ده انا معجب بيك وهيجي لك. هي لك يقولك بقى ان انت الانت الانت الان هرتبط بيه خلاص. وده مربوط بسلاسة. مش هنصيب بعد ابدا. يا عمري. هنبضل مربوطين في بعض كده. وانا هقدم لك عرضي قرائب لو هو شخص معجب بيك. انت كمان شايفو حكاة حلو قبل. انتو الاتنين مش عاركوا واحدة عالفكرة. يعني انت شايفو انه هو الصلمية بتاعك. والشخص الجميل بتاعك والشخص المثالي. واللي شبهك واللي بيديك نفس الحب المتوافق منك. واعتقد النازم والتركو ايه علاقة حب. هتنتقل بعد كده الحاجة تانية ومشاعركوا واحدة هو ايه علاقة في الاول خلاص. تب النصيحة ايه? النصيحة يا برج الضور ان انت تساير العلاقة ده. يعني ايه ساير العلاقة? يعني تمشي بقى مع الطيار. هقول لك ازاي دلوقت? هنتفسرها برضو? هتقد ان ممكن تكون انت قلقان شوية مسلا. ممكن تكون قلقان شوية منه. او قلقان قوي من مشاعره مسلا. خايف. شوية بتاخد احتي وطوطق. او ممكن يكون في الماضي. اه. يا برج الضور انت هتتجاوز. اه الكارت بيقول لك اه امشي بقى بالعلاقة قدام عشان انت في الاخر هيبقى في سعادة ما بينكم. ده شخص المقدر لك يا برج الضور. اه ده الصور من بتاعك. انا بقولك كلها زي بعض. اه يعني النصيحة بتاعتك اه يلا بقشيل بقى الالام الماضي لو هي علاقة. وانتم متخصمين. ورجعتوا مع بعض لان بصوا. اهي. في تواصل. يا اما في تواصل الراجع تاني. لو علاقة قديمة وكنتم متخصمين. ورجعتوا تاني. دي ما شايفت بتتجدد بقى اللهم احنا سايدين بعض بقى النا فترة. فلو انت خايف منه. ولسه شايل من من اللي حصل زمان. فالعلاقة في الاول فما تخافش. هو بيحبك اوي. اوي. وشايفك حاجة كبيرة اوي 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 اوي. بس سيبك بس الكارت بيقولك شيل بقى الام الماضي دي الكنة على جنب. عشان دي العلاقة بتاعها بك الحلوة. في حاجات حلوة جاية لك يا بركوبتور. شيل بقى الام الماضي دي. ارميها بقى. ارميها وابدأ من جديد. ولو هي علاقة جديدة. شيل المخاوف. لو انت خايف منه او خايف من اندفاعه شوية. لو هو مندفع او بيجيلك بعرض كده. وحاسس انه مندفع عليك شوية. ما تخافش. هو بيحبك. وانيته سليمة يا بركوبتور. كراءة جميلة اوي. اه كراءات الابراج الترابية جميلة. عجباني انا شخصية. تعيب. نشوف بقى اه نكمع دور على بعد كده. ونشوف اه اه طبعا دي كراءة لزيزة. لكن فيه اكيد الجانب الاخر. من برج التور. وهو الجانب مش الاسوأ بقى. اللي هم الناس اللي متخصمين مع بعض. انا بحب اعمل الورق كده عشان مجا فرط. لا فقلق ايه. الناس اللي متخصمة او بقى هنا نشوف اشعره ايه? ونيته اتجاهنا ايه. اه. ده تعبان قوي يعني. يحيطه مخاوس. يعني اه محبوس جوة الزكريات واللي حصل بينكم والفراء وطريقة الفراء وطريقة البعد. اه وممكن يكون اه تعبان وعايز يرجع ومش عارف. اه ممكن يكون خايف. يقدم رجلي وياخر رجلي. وعايز ايه? عايز يدي العلقة دي فرصة فعلا. اه عايز يرجع يا برج التور ونفسه انه يقدم عند تاني. وشايف كنت شايف كنت الشخص المناسب. او اكتشف بعض الفراء. وبيلوم نفسه على طول بانه سابقه. ده شخص بيلوم نفسه اه على طول يقول انا السبب انا العلاقة دي بزي بسببي. وا 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 والكلام ده كله. اه بس كبه. اه برا بيوضح بعضه. اه 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 هو في مرحلة اللوم دلوقتي واللي هو شخص اه بيحسي بنفسه. و اه نيته او انا ما بكراش عن المستقبل بس يعني بقرأ النية. يعني انية ممكن تكون محققة وممكن يسح الصبح يقول لا مش هرجع. بس دي نيته. نيته تبقوا عارفين كنا نيته سليمة ان شاء الله. بس هو عايز اخد قرار حازم وقرار ميفوهش رجع بانه يبدأ تاني. زي ما اقول لكم عايز يدي فرصة جديدة. وبيلوم نفسه قوي على حصل. ونزاسته وضيعته من ايديه وشخص كان كويس. وكان توقع مليه. فانا هدفه للعلاقة دي فرصة تانية وارجع. ان شاء الله يعني نيته انه يارجع. برضو الحمد لله القراءة المراضي حلوة. الابراج النارية ما كانش مرفقة او شوية. كده عشان النارية بقى وكده. والهوائية برضو شوية. تعيب لو اه عزاب بقى. العزاب بقى ممكن يبقوا سيناريو تالت خالص. وممكن يكون تكملة للقراءة الاولانية او القراءة التانية. فعن حصل. مين اللي جاي في طريقك ويابور بنعزاب? اه سوري اي عزاب يابور جد التور. رابط الكلام خالص. عشان نحن نفرض الوراق كتير كده عشان نبقى ايه? نختار برضو من النص. اللي جاي في طريقك ومشاعره ايه? ويه? نويلنا علي. ان شاء الله نيخير بازن الله. اشتلكون ايه يا خير? ههه. اللي جاي في طريقك حد اه سنجل. واا حد اه يعني اه سنجل ممكن يكون كان في علاقه قبل كده. لان مشاعره هو قلب مقصور اصلا. لانه ما جاي لك هو زنجل. يبقى معنا كده هو حد بديد. اه واخرج من علاقة ممكن لان قلبه مقصور وموجوع جدا 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 جدا. وعايز يتجاوز بقى. ده شخص عايز يتجاوز. وعايز يخرج من الجنتلة دي. وعايز يتجاوز. يتجاوز. ممكن يكون حد قديم برضو. نشوف. اه. اه برج التور. اه ممكن يكون حد قديم. وانتو سبتوا بعض. وهو منتظر اللحظة اللي يرجع فيها تاني مرة تانية. اه ممكن يكون حد قديم فعلا. والعلاقة ما بينكم تايت بطريقة مش لطيفة خلص. اه هو اللي خدعك او انت اللي خدعته حاجة من اللي تاني يعني. الاخر كده يعني قطعته بعض. وكان منتظر اه لما تهدى شوية والامور تهدى عشان يرجع تاني. ولما الامور هديت فعلا. وهو قدر يوقف على رجل تاني وايجي لك. او ممكن بقس انه له تاني خلص. ده شخص تاني انت متعرفوش اصلا. انت لو عايزك. ويجي لك سينجل اهو. وهو خارج من علاقة مش قوي 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 قوي. خارج منها مهزوم. العلاقة اللي هو خارج منها دي. وانتظر فترة طويلة جدا. في العلاقة اللي هو فاتت. العلاقة اللي هي سايبها دي انتظر فيها فترة طويلة جدا. والللاسف خسر منها كتير. خرج منها مهزوم. اه وقدم في العلاقة اللي فاتت دي حاجات كتير جدا. وما خدش منها غير حاجة واحدة بس. فكان سينجل استجمع بقى كل قوته. عشان اه قلبه مكسور جدا. شخص اللي جاي لك في القريب ده قلبه مكسور جدا. ولكن هو عايز لنفسه فرصة تانية. وعايز اه يبدأ علاقة جديدة. وبالفعل اخترت انت بقى برجو التور. الف مبروك. عشان يبدأ معاك البداية جديدة. الحلوة دي واجيبوا عالصور بإذن الله. قراءة حلوة جدا 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 مرجو التور. احب برجو التور. وابصوا احب. اه دي العرض. واستشفاء. اعتقد انه هو شخص فعلا انه كان تعبين او حاجة. وخاف من العلاقة اللي فاتت دي. برجو التور مرسي جدا. وشكرا لمتابعتك. ويا رب تكون القراءة برجو التور مرسي جدا.